عندما نسمع عن غزة أو فلسطين يمكن أن تتبادر إلى أذهاننا صور للصراع والمعاناة إنها منطقة تعيش تحت ضغط الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة ومع ذلك هناك جانب آخر لغزة يجب أن نتعرف عليه جانب الأمل والصمود في غزة تعيش الكثير من الأسر والأفراد الذين يحملون روح الصمود والإصرار هم يعملون بجد ويكافحون من أجل تحسين ظروفهم ومستقبلهم إنهم يحملون الأمل رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجههم عندما نتحدث عن الأمل في غزة فإننا نتحدث عن الروح القوية والإصرار على تحقيق التقدم والتغيير هؤلاء الناس يثبتون يوما بعد يوم أن الإرادة والإيمان يمكن أن يحققان العجائب حتى في ظروف صعبة جدا الأمل في غزة ليس مجرد كلمة بل هو واقع يعيشه الأفراد هناك يجب أن ندرك أن الأمل لا يأتي فقط من خلال الأحداث الإيجابية والظروف المثالية بل يأتي من الإصرار على التغلب على التحديات ومواجهة الصعوبات برأس مرفوع وقلب مفتوح إن الإيمان بالله يلعب دورا كبيرا في بناء هذا الأمل فالاعتقاد بأن هناك من يراقب ويقود الأمور يعطي القوة والصمود في اللحظات الصعبة الإيمان يوفر السلوى والثقة في أن هناك غدا أفضل قوة غزة في الدفاع عن أرضها رغم الحروب تشكل ملحمة من الصمود والإرادة القوية على مر السنوات واجهت غزة تحديات كبيرة بما في ذلك الحروب والصراعات الدائرة في المنطقة ومع ذلك لم تتخلى أبدا عن حقها في الدفاع عن أرضها وكرامتها سكان غزة يعيشون تحت ظروف صعبة ومعاناة يومية ولكنهم يبقون قويين ومصممين على الصمود يدركون أهمية الحفاظ على هويتهم وأرضهم ولن يتنازلوا عنها بسهولة إن هذا الصمود والعزيمة يمثلان قوة حقيقية لإيمانهم بالقدر خيره وشره القوة في الدفاع عن الأرض ليست فقط قوة عسكرية بل هي أيضا قوة إرادة وإصرار إنها قوة الثقة في القضية والقدر على تحمل الصعوبات يعكس هذا الصمود الإصرار على تحقيق العدالة والسلام دفاع سكان غزة عن أرضهم يشكل تذكيرا بأهمية الوحدة والتضامن إنهم يتحدون معا لمواجهة التحديات وحماية موروثهم الثقافي والتاريخي يظهرون للعالم أن القوة ليست فقط في الأسلحة وإنما هي في الإيمان بالقضية والعمل المشترك هذه القصة من غزة تذكير بأهمية الصمود والإرادة في مواجهة التحديات يمكن أن تكون مصدر إلهام للجميع وتذكير بأن القوة الحقيقية تنبع من الإيمان بالله وبالعدالة والسلام والقدر على الصمود رغم كل الصعوبات نحن نتعلم من قصص الأمل في غزة أنه يمكننا التغلب على الصعاب وتحقيق النجاح حتى في ظروف تبدو مستحيلة إن هذا الأمل والإصرار يجب أن يلهمنا جميعا لنكون مصدر دعم وتشجيع لأولئك الذين يواجهون صعوبات في حياتهم يجب أن نؤمن بقوة الإرادة البشرية والقدر على الانتصار فلنكن معا في نشر رسالة الأمل والإصرار لنكن مصدر دعم لأولئك الذين يحتاجونه ولنتذكر دائما أن الأمل هو قوة حقيقية يمكن أن تغير العالم حتى في أصعب لحظاته الدعاء هو واحد من أقوى الطرق التي يمكننا بها دعم شعب غزة والمساهم في تخفيف معاناتهم ندعو الله ليسكن السلام والاستقرار في غزة ولجميع مناطق النزاع حول العالم نسأل الله أن يمنح سكان غزة الصمود والقوة للتغلب على التحديات والمعانات نطلب من الله أن يوفر العون والإغاثة للمحتاجين في غزة وأن يخفف عنهم أوجاعهم ندعو الله أن يجعل قلوب الناس تتحد في العمل من أجل مساعدة الناس في غزة وتقديم الدعم المعنوي والمادي نسأل الله أن يوجه القادة والمسؤولين نحو اتخاذ الخطوات الصحيحة لتحقيق السلام والإزدهار في غزة بالتأكيد الدعاء هو وسيلة قوية لدعم الناس في غزة والمساهمة في تخفيف معاناتهم دعونا نتذكرهم في دعواتنا وصلاتنا وندعو الله لتحقيق السلام والعدالة في هذه المنطقة المضطربة